ألقى حادة وسعادة يادل أصل الضالة بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين ومتابعين الكرام دائما نسعد بصحبتكم وننطلق في هذه الأجواء الاحتفالية المثالية والرقص دائما يحل هنا مع هذه الأسماء التي نشاركها هذه الفرحة بانطلاقة هذا الموسم الجديد مع هذا الميدان المطور الذي جاء لي واكب هذه النهضة التي تشهدها دولة قطر والنهضة التي شملت أيضا هذه الرياضة رياضة الأباء والأجداد الرياضة الشعبية التراثية الأولى في دولة قطر نسير إذن مع هذا الموكب الأصيل نسير إلى المقدمة وننطلق في متابعة دقيقة لنفصل الأمور ولنتابع المقدمة وهناك الصدارة سعد بن طالب بن شريم المري ينطلق ويحتل المركز الأول مشاهدين العزاء سعد بن طالب بن شريم إذن هو من يحتل المركز الأول وهو من ينطلق من خلال تواجد شعارة على المركز الأول شاهدين إذن مشاهدين الكرام هو من يحتل المركز الأول وينطلق للسيد حمد بن طالب بن شريم المري هو من يحتل المركز الأول الانتقال على المركز الثاني وشاهد هنا إسعاف هو من يحتل المركز الثاني للسيد علي بن محسن بن دينه المري إسعاف إذن يعلن الملاحقة لشاهين وبالتالي يتواجد في ثاني المراكز أتابع المركز الثالث أنطلق مع عجلان للسيد علي بن كخان المري هو من يحتل المركز الثالث الآن بينما الدور دور المركز الرابع المركز الرابع هنا سعدي لسيد مبارك بن محمد البريدي الهاجري وفي المركز الخامس المركز الخامس المركز المركز الخامس الآن شاهيد لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى شوت كبير جدا من ناحية الأعداد تقريبا خمسين مشارك يتواجد معنا في هذا الشوت هذه النتيجة إذن في ندائنا الأول ومنه نتحول هناك مع المقدمة ومع شاهين لحمد بن طالب بن شريم المري إذن بن شريم يتواجد على المركز الأول وهذا هو شاهين ينفرد بالمركز الأول ويتصدر هذه الجموع الانتقال على المركز الثاني المركز الثاني إسعاف إسعاف هو من يحتل المركز الثاني لسيد علي بن محسن بن ديلة المري وبالتالي الكادر الأعلى يشهد على انطلاقة شاهين وعلى ملاحقة إسعاف له في ثاني المراكز أما المركز الثالث المركز الثالث عجلان لسيد علي بن سعيد بن كخان المري هو من يتواجد بشعار مهيض في ثالث المراكز المركز الرابع عندك يا البريدي الهاجري السعدي هو من يحتل المركز الرابع مبارك بن محمد البريدي الهاجري يتواجد في المركز الرابع ولكن حصل تغيير من قبل شاهين من غير وانتقل إلى المركز الخامس للسيد عماش بن نايلة المري أو الشمري عموما مسجل عندنا في الكشف عماش بن نايلة المري ها هي النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى في ندائنا الثاني وهناك الله يا شاهين شاهين مشاهدين الكرام مع حمد بن طالب بن شريم المري يقود المتصدرين قيادة حكيمة وقيادة مميزة بالتالي هو من يأمر وينهى في هذا الشهود شاهين يا بن شريم حافظ على هذا المركز يا حمد يا بن طالب يا بن شريم وهذه السلالة هذه السلالة المميزة يتعاقد معها مشاهدين الكرام حمد بن طالب بن شريم المري المركز الثاني عند مشكلة نعم المركز الثاني عند حمد بن سالم بوشكلة المري ما شاء الله يا بوشكلة معذرة يا بوشكلة حمد بن سالم بوشكلة المري إذن هو من يقدم لنا هذا القعود الذي يتواجد في ثاني المراكز حمد بن سالم بوشكلة المري هو من يتواجد في ثاني المراكز بنسميه الحساس بنسميه الحساس هذا هو الحساس إذن في المركز الثاني لحمد بن سالم بوشكلة المري ينطلق ذمع الحساس في المركز الثاني ولكن شاهين في المقدمة حمد بن طالب بن شريم الحساس يقترب من شاهين لحمد بن سالم بوشق له المري المركز الثالث عجلان علي بن سعيد بن كخان المري في المركز الثالث المركز الرابع شاهين نعماش بن نايله المري بينما المركز الخامس هنا أيضا اسم جديد ينضم إلينا واسمها الطابق لسالم بن جمعه الساعدي ها هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في نداينا الثالث 1500 متر على خط النهاية وشاهين أشوف بأن ربما تكون هناك شبه أوامر الله 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 شاهين إذن ينطلق حمد بن طالب بن شريم المري ينطلق مع المركز الأول انطلق مرة أخرى وبالتالي زاد من سرعته وبالتالي هو المتقدم وهو المتفوق حمد بن طالب بن شريم مع المركز الأول المركز الثاني يشاهد هنا الانطلاقة لشاهين لعماش بن نايله المري في ثاني المراكز أما المركز الثالث عجلان علي بن سعيد بن كخان المري المركز الرابع زرياب وصل زرياب يا سلام يا زرياب في ندائنا الأول مشاهدين الكرام نذيح زرياب الذي غير الآن وانتقل إلى المركز الثاني لناصر بن حمد بن مصفر الشهواني انطلق زرياب وغير إلى المركز الثاني يا سلام زرياب ينطلق الآن في المركز الثاني كعادته دائما يحشق المراكز الأولى بينما الدور على المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث وصل سلهود لمبارك بن محمد بن شيرة العامري في المركز الثاني غير بن شيرة الله يا بن شريم يا حمد يا بن طالب يا بن شريم أشوف الآن وصل وصل بن شيرة سلهود وصل في المركز الثاني ولكن شاهين ما زال متمسك بالمركز الأول ولكن الخوف والخطورة مع سلهود سلهود غير الآن وانطلق سلهود في المركز الأول للسيد مبارك بن محمد بن شيره العامري هو من اختطى في المركز الأول وبالتالي يلطلق مبارك بن محمد بن شيره العامري ليتحالف مع المركز الأول دهانين إذن لمالك سلهود مبارك بن محمد بن شيره العامري على هذا الفوز الذي تسجل مشاهدين الكرام مع أداء سلهود وبالتالي يعيد ويستذكر على هذا الميدان الجائزة التي حققها في الموسم الماضي عندما انتزع السيارة ها هو سلهود ينتزع النموز مرة أخرى على ميدان الشحانية تهانينا لمبارك بن محمد بن شيرة العامري المركز الثاني جافي شاهين لحمد بن طالب بن شريم المركز الثالث مستحيل محمد بن جارلا بن ذروه البريدي المركز الرابع تانى من نصيب حشيم لسيد محمد بن خليفة المسيفري المركز الخامس ذباح لعاطف بن عطية القرشي مشاهدين الكرام هكذا هي النتيجة ونتمنى أن تكون صحيحة للمراكز الخمسة الأولى نعود إلى التوقيت الزمني لسلهود الذي جاء مرة أخرى لهذا الميدان بعد أن فاز العام الماضي في سن اللقاية بالسيارة يعود مرة أخرى سلهود وها هو توقيت الزمني ثمان دقائق 11 ثانية جزء واحد من الثانية تهانينا لمبارك بن محمد بن شيره العامري على فوزة بالمركز الأول بينما المركز الثانية ترجمة نانسي قنقر